اشتركوا في القناة 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 نحاول ان نقططف جزءا من ذاكرة الزمان والمكان وتفاصيل الوقت نتعرف على ابرز المناطق في الجمهورية اليمنية في فقرة الرحال سيكون رحلتنا لهذا اليوم مخصصا لزيارة المحويت ولكن قبل ان نفتدئ الرحلة سنتوقف مع سؤال فقرتنا في حلقة اليوم كالمعتاد وسؤالنا يقول لماذا سميت المحويت في هذا الاسم دعونا نشاهد الفائز معنا ثم نذهب لنكمل الرحلة السلام عليكم كيف حالك عارف هنا باسمك اروة عمار من وين يا اروة من سقطرة من سقطرة من سقطرة بالضبط من حديبو من حديبو يا حياء اروة تعرف المحويت اسم عنها طيب لماذا سميت المحويت بهذا الاسم من اسمها اش بالإجابة في الكلمة نفسها لماذا سميت المحويت بهذا الاسم المحويت لماذا سميت المحويت بهذا الاسم لانتقع على شكل محور كيف يعني محور الدائري لا في الوسط لا لماذا سميت المحويت بهذا الاسم المحويت المحويت والمحور محور محور لماذا سميت المحويت بهذا الاس؟ الإجابة في السؤال نفسه المحويت وقد ذا محويت أي واقعيش؟ ليش سميت المحويت؟ لأنها محويت محويت كيف يعني؟ هذا العرف يعطيك العافية شكرا لك سؤالنا يقول لماذا سميت المحويت بهذا الاس؟ يعطيك العافية شكرا لك لا يوجد فكرة عن المحويت خالص ولا زورتها ولا زورتها يعطيك العافية شكرا لك المحويت لماذا سميت بهذا الاس؟ لماذا سميت لو نشوفي يعطيك العافية شكرا لك كيف حالك؟ الحمد لله ربا عرفني باسمك؟ عبد الملك فصل من أين أخي عبد الملك؟ من المكلة من المكلة لماذا سميت المحويت بهذا الاس؟ لماذا؟ سميت المحويت بهذا الاس؟ محويت ما تعرف المحويت؟ لا أعدي معلومة ولا زورتها؟ لا لا مرفاني زورها وتقع قول الله بإذن الله يعطيك العافية لماذا سميت المحويت بهذا الاس؟ المحويت لماذا سميت المحويت بهذا الاس؟ لا نعرف ولا زرتها ولا زرتها يا عضيك العافية بياش السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك؟ مرتاح الحمدين اسمك؟ إبراهيم عيسى إبراهيم من أين؟ من قلنزية لماذا سميت المحويت بهذا الاسم؟ مدرية ها لماذا سميت المحويت بهذا الاسم؟ ها اسمك الكريم؟ سعيد عيسى من أخي سعيد؟ والله من السوق الدراج مدرية قلنزية حياك الله لش عالت حلف تقول والله والله نحن مصدقين أكيد طيب نحن اليوم بنا سأل في سؤال الرحال عن المحويت ولماذا سميت المحويت بهذا الاسم؟ أول شي انت زرتها من قبل لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها محافظة محويت وثاني شيء محويت لأنها منطقة تقع في وسط وحاطت فيها القبلان من كل جهة تحتويها القبال؟ تحتويها القبلان من التقعات صحيح، تحتويها القبال من معظم الجهات وهي تقع منطقة في الوسط متأكد من الإقابة أحاول غالطك يمين شمال؟ لا، تعرضينا هذا المئة بالمئة أحاول غالطك وأقسم نصر الجهة لي لك؟ الجهة أعتقد أنه صحيح صحيح، يرجح معظم الذين قابلناهم أو معظم الكتابات التي كتبت عن محافظة المحويت سميت بهذا الاسم وذلك أن الجبال تحتويها من معظم الجهات وبالتالي يحبين أنها تكون فقرتنا ورحالتنا في حلقة اليوم لنزور العديد من الأماكن ولكن قبل ذلك نستلم جائزة الرحال هنا في مدينة قلمسيار خبل سقطرة للأخ؟ سعيد عيسى سعيد عيسى، عشرين ألف ليال ألف مبروك شكرا لك شكرا تنفرد الطبيعة في المحويت بجغرافيا خلابة ذات لوحات فنية في غاية الجمال دهشة شاردة في حضرة الغيم لها ألف سحر ولغز وجمال هي مذاق الحناية والعروس المذهلة تحت أهداب العشق والنشوة المأخوذة بالخفقان تحتفظ محافظة المحويت بوصفها المكان الاستثنائي الحميم بعلاقة مفصلية مع سكانها وزائرها هي ليست بالعشق العادي العابر وهي المدينة لتسع مديريات تترامى جمالاً وخضرة تتنامى إشراقاتها حد الصباحات البكر لتقول أنا هنا فأين أنتم مني؟ المحويت جنة الله في أرضه الفردوس الذي يختزل في جماله روعة الطبيعة وسحرها المكان الذي يسحر القلوب والأبصار والأفئدة فيجعلنا نأتي إليه زائرين مقتنعين منبهرين بكل ما فيه من روعة وجمال هي المحويت التي سميت بهذا الاسم لأن الجبال تحويها من كل الأماكن وقيل لأن مياه الغيول تحتوي في داخلها بمناطقها المختلفة والمتعددة لذلك أصبحت قبلة للزائرين إليها من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية ليزوروا أبرز المعالم السياحية الموجودة فيها المحويت المحويت غيداء تحيي زائريها بمدنها السياحية المذهلة بشلالاتها المتعددة بمبانيها الرائعة ومواقعها الأثرية الدالة على الحضارات السابقة فيها ترجمة نانسي قنقر الأهجر، أروجوم، شبام كوكبان وغيرها الكثير من المناطق الموجودة في محافظة المحويت والتي أصبحت قبلة للزائرين الذين يأتون إليها بسبب مناخها وطبيعتها الجميلة المناخ الذي يتميز ما بين الجبل والمناطق القريبة من تهاما ليكون في المناطق الجبلية حار صيفا بارد شتاءا بينما في المناطق القريبة من تهاما حار صيفا ومعتدل شتاءا جماليات هذا المكان تجعلنا نصبح الخالق على الطبيعة الموجودة فيها وعلى رحبة وروعة قلوب أبنائها أنا المحويت مصنعة المعالي وجامعة المناقب والخصالي تقبلني السحاب بكل يوم وتشتاق الغيوم إلى وصالي أنا شمس السلام بطول دهر أنا شمس وحسادي ليالي عماد جمال المنطقة يتميز بهذه التربة الخصبة التي تزرع فيها العديد من الحبوب والفواكه والخضروات والتي أصبحت مصدر رزق للمزارعين من أبنائها الذين يعملون في مجال الزراعة الجمال هنا يجمع بين روعة المكان وبين تربة الأرض التي تنتج الكثير من خيرات الطبيعة المتواجدة فيها كانت هذه هي رحلتنا اليوم في محافظة المحويت التي ننصحكم دائما بزيارتها للتعرف عليها وعلى أبرز معالمها والتي نتمنى أيضا أن تكون عدسة الكاميرا قد نقلت جزءا من تفاصيل الصورة الصبيعية فيها من الماضي هي كلمة قد تمضي من حياة الكثيرين دون إلقاء نظرة عليها بتفاحص وتمع إلا أننا نحاول في فقرتنا هذه أن نبحث عنها قولا وفعلا من خلال إيجاد مجموعة من الأشياء الموجودة في منازل الناس من تراثهم، حياتهم، حضارتهم، وثقافتهم لنشاهد من ذاك الذي ما زال يرتبط بالماضي ارتباطه العميق من الماضي فقرتنا نتابعها معنا كيف حالك؟ لا، لا طيب أحمد عرفني باسمك؟ اسمي؟ أيوة عامر عامر، حياتك يا عامر، من وين؟ من هنا؟ من المهرة؟ من المهرة؟ يا حياء بالمهرة وأهلها الطيبين أين أنت؟ أنا؟ أيوة أنا من تعز؟ نعم أنا مهري زرتها من قبل تعز؟ أنا لم أشوف تعز إن شاء الله تشوفها في التلفزيون؟ الله كريم طيب يا عام عامر، أنا معي سؤال عليه قائزة أيوة عليه فلوس أيوة في معك حاجة قديمة من زمان لها خمسين سنة، سبعين سنة، مئات سنة، موجودة معك محتفظ فيها في البيت؟ لا، يعني أيش أي حاجة قديمة؟ في أحياناً يحتفظوا بعقد، اللي يحتفظ بآل قرمل، اللي يحتفظ بآل قرمل، اللي يحتفظ، يعني أي أشياء؟ صبيقة أي حاجة؟ صبيقة صودة آآ في البين كم سنة له؟ آآ زمان زمان من قبل كم؟ عشر سنوات؟ لا، حزيزائن عشرين؟ عشرين سنة؟ في حدود عشرين سنة عشرين سنة لا؟ أنا أشفي في حدود ثماني سنة، حاجة لها تمانين سنة ثمانين؟ ثمانين، ثمانين؟ ثمانين، ثمانين، خمسين، نفيش؟ ها، نفيش؟ تعال تعال عاونه تعال 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 تحفى العمى يعطيك العافية يا عمى شكرا لك شكرا جزيلا كيف حالك؟ الحمد الله على العافية الحمد لله عرفني بسمك؟ محمد عبد الله محمد بوسني من وين يا محمد؟ من شبوا من شبوا من أي قرية؟ قرية المصينة مديرة الصعيد من المصينة قرية الصعيد؟ نعم في معانا الصعيد في اليمن في الصعيد في مصر ولكن زموها الصعيد الصعيد هو من زمان يقولونه الصعيد أيوه نحن ندور على الحاجة القديمة التي موجودة من زمان في معك حاجة قديمة في البيت نشوفهم نجيب لك جايزة الحين أنا ماشي معي هنا هناك في البيت في معي هذا الجرمل هذا القديم غيره ما في معك ولا حاجة ثانية حاجة الحاس كذا كذا صفر لماذا الناس طيب عدهم يحافظوا على الحاجة هذه من الزمان؟ هذه التذكرات الشيبان الأوليين والذكر الأقداد حقنا اللي فيه الأوليين والشباب الأيام هذي تموا بالحاجة القديمة ها؟ الشباب لا شباب القات يعطيك العافية شكرا تسلم نحن نبحث عن الأشياء القديمة اللي لها ميات سنة خمسين سنة سبعين سنة أيش الأشياء القديمة اللي موجود في بيتكم مثلا؟ في بيتنا معكم شي قديم في بيتكم؟ تلفزيون قديم؟ حاجة قديمة؟ منحاز خشبي كيف منحاز؟ مدق خشبي كم عمره؟ قديم يمكن فوق الخمسين أو ستين أو سبعين سنة طيب فين بيتكم؟ في المعلة في المعلة نقدر نروح نشوفها وإذا طلع فعلا قديم نسلم لك قائزة؟ إن شاء الله طيب إذن هو بيقول إنه عنده منحاز خشبي موجود أكثر من خمسين سنة وبيته في المعلة نروح مع بعض إلى بيته ونشوف إذا كان حقيقي قبنان القائزة طبعا وصلنا مع سليم إلى هذا المكان ما اسم المنطقة هذه؟ هذه هي منطقات المعلة الشيخ صحاب وإنتهي من التواهي وساكن في المعلة ليس؟ أنا رح تتواهي ما إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله طيب سليم إحنا حنتدرك هنا على بل ما تروح البيت تعطينا المدق وخلونا نشوف نقيم إذا كان المدق فعلا مقديم أو إلا لا فضل طيب خرج معنا سليم الآن وإحنا زي إحنا شايفين قابلنا هذا المدق تعال هنا يا سليم والله يشكله قديم كم عمره يطلع كم عمره يطلع 60 سنة من فان قابتوا هذا؟ من فان حصلتم عليه هذا يعني قابلنا الوالدة يوم تزوجت الوالد كان من ضمن العفش اللي قابلنا كان من أيامها طيب قابلت الوالدة أيام الزفافة أنت كم عمرك؟ أنا عمر 20 إلى 40 في أكبر منك؟ أكبر واحد كم عمره؟ يعني اللي موجودة الآن يمكن 48 اللي موجود 48 وعلى أيام الزفافة الأم يعني تقتل تقولوا من 50 أكثر من 50 سنة ومبين إذا قديم لكن فين اللي فوق؟ موجودة الحجرة حقه بس انكسرت كانت على حجر مش على شيل حجر موجودة إلى الآن بس انكسرت الحجر بقية شطفة صغيرة مش لعرفين طيب وليش لسه محتفظين فيه إلى الآن؟ والله هم كانوا يشوقوا بها طبعاً لكن أنا اضطريت يعني أصريت إن أنا أشله وأخبيه ذكرى الوالد الوالدة الله يحفظ لكم إن شاء الله هم موجود؟ موجودين أنا يحفظ لكم ويطويلت بعمرهم وكويس إنك احتفظ فيه عشان نحن يكسبك جائزة إذن أخونا سليم هنا في محافظة عدن في منطقة؟ المعلى الشيخ اسحاق المعلى الشيخ اسحاق رفقنا إلى المنزل وحصلنا على هذا المدق القديم ليحصل هو على جائزة تأمين الماضي من برنامج طائر السعيدة 30 ألف ريال ألف ألف مبروك أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسعد الله أوقاتكم بالمحبة والجمال والتفاعل والسعادة والألق وكل الحاجة الحلوة اللي بنتعرف عليها دائما منكم وأبدا في فقرة هدرة على الماشي من غير لفه دوران من غير ما نعرف بالفقرة كالمعتاد في مثل كل يوم خلونا نتعرف على ضيف شخصيتنا في هذه الحلقة وسلام الله عليك ورحمة الله وبركاته عرّفنا باسمك؟ أهدل النقي أهلا وسهلا يا أخي عدل من وين؟ من بني حشيش من بني حشيش؟ من بني حشيش؟ من بني حشيش؟ من بني حشيش واحدة واحدة؟ واحدة كيف كبيرة صغيرة؟ كبيرة كبيرة ممساحتها كم؟ ممساحتها ووشوفوا على السؤال مساحتها كم؟ ممساحتها تضربون شعار بس عد السكان هاي ممكن تجاوز سمائمين تسعين ألف ما شاء الله الله يعطيك العافية السؤال الذي يبطح نفسه دائماً نشيط راح يبطح متزوج؟ أكيد كم؟ واحدة والثانية قالوا لنا أنك تزوج في انتين عادك بتفكر إن شاء الله عادك بتفكر لا وجد الله أحسر بأح إن شاء الله والله وذي يسمعونك في البيت؟ عاد يسمعون موافقين في البيت؟ والله عاد طبيعي موافقين؟ موافقين أكيد ما عندهم شي اعتباض؟ هنا مضلقة أنا منفصل ها منفصل ها ما لعلشان كده قولي لك الحرية لا لك الحرية وهذه الفقرة معنا مخرق ومعنا ثنين مصورين أي واحد يشوفوا كده منفصل يرحموا يقول له يعني هل نخطب لك مش قد هزلي راسي قد فارقه زي راسي يفتكر بقول المصورين شو يتزوجون ياري شاركنا موافق والله موافق؟ موافق خلاص تمام تدي لنا المواصفات؟ والله سأتصدق سنين ونا ضابح غير مرت بغير شيء والله صحيح طيب ما حاولتش ترجعها يعني ولا خلاص صلاق بايد؟ لا لا خلاص منفصلنا المفصل كامل ما لا خلاص؟ بس أعطي الله شوفوا المر الوحيد في هدرع الماشي اللي يقول وقب عليك الزواج فيها هي هذه الحلقة ما أعتقدش نناعد بقول هذه الكلمة خالص خالص لحنا وجب الزواج ها وقب؟ قل كل يخطب لي قل كل واحد منك هذا أنا على يد لك ثنتي ياري والمخرق واحدة والمصورين يدوا لك واحدة طيب خلاص المواصفات؟ القلب النظيف به يعني بغض النظر عن الجماعة عن هذا أنا أدور القلب شوفوا شوفوا فعلا الإنسان لما يبحث عن استقرار وحياة ما بيبحث عن أشتيها سمراء طويلة عريضة بيضاء قصيرة نحيفة مدرمة هو لا بيبحث عن ما لك يعمل كون كيف ما كان أيوه بيبحث عن القلب الطائر القلب النظيف الروح النظيفة طيب عندك أولاد؟ عندي ولد وابنت طارق ودعاء مين؟ طارق ودعاء طارق كمل الجامعة هذا قبل الشهرين أو طارق الشهر ماشاء الله ودعاء في الثانوية ماشاء الله الله يعطي لك العافية يا رب وإش طبيعة عملك إيش؟ وزارة دفاع إيش هذا إيش حكاية كل من قلع عندنا نلاقيه في حلقات سابقة أو حتى في حلقات لاحقة بيطلعوا الشعب اللي من كل عسكر الشعب اللي من كل عسكر كلهم عسكر كلهم عسكر أيش طبيعة عملك في وزارة الدفاع؟ إدارية في مجال إدارية وكيف العمل هذي ليه؟ تمام تمام ماشي على ما يرام؟ أكيد الحمد لله طيب حياتك كلها كانت في صنعة أو خارج صنعة خارجت؟ لا أتنكلت أنا أعتقد في أغلب 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 محافظات الجمهورية وقراها من ديريات أتنكلت كثيرا أغلب المناطق اللي زرتها؟ يعني في الحديدية فيها زي دي فيها يعني مديريات الحديدية مديريات البيضاء مديريات اللي نقلت فيها لأننا كنا نصلحها أبرقى أبر توازية كنت معها بالعمي وعدنا دخير نقلت في جميع المحافظات مستنتعت بجوة البلاد جميع يعني بلادنا غنية بكل شي جميع مناظر، سياحة، أماكن ترفيهية أشياء كثيرة أكيد أكثر محافظة وأكثر منطقة ما حبيتها في زيارتك؟ الحديدة الحديدة؟ ناسها، ناسها، طيبطهم طيبطهم ثاني فعلا، من ناحية الناس فعلا أكيد وهذه ألف تحية مقهرة لأصحاب الحديدة اللي بيشاهدونها لأنا على الشاشة أكيد وإنت بتتنقل أكيد اكتشفت لكل منطقة ولكل محافظة عادات مختلفة تقاليد مختلفة أكلات مختلفة يعني أبرز الأشياء اللي ركزت عنه هنا شعبة متعددة لهجة ما نقولش في كل محافظة ما فيش حاجة معي بسيطة بسيطة عادتنا تقاليدنا واحدة صحيح، بتختلف فيما بينها البيت لقد ويكفي المجتمع إنه شعب متكاتف أكيد يقدر المناسبات مع الناس بيوقفوا معهم زي ما هالآن المصورين بيوقفوا ويخطبوا لك إن شاء الله يا الله يا الله الله ديك العافية في حياتك مواقف كثيرة صح أم لا؟ كلين حزينة سعيدة غريبة كلين آهات ماشي سعيدة مواقف يقولوا دايماً للي يضحك كثير دايماً قلبه موقوع أكثر 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 موقف أوقعك في حياتك أكثر موقف أبطر موقفوا ويجعني في حياتي أخي مرة ضربني ضرب ماشي تضرب أكثر موقفوا أكثر موقفوا ويجعني أكثر موقفوا أكثر موقفوا يعني شاعر يا عيني أسمعنا بعد ما ضربني أخي لاحظة أول شي ضربك ليش ماذا يبقى يا دنيا؟ يعني بين شكل الدنيا؟ ماذا يبقى يا دنيا؟ من أثقال لم يحمل هكذا في العاري من ظلم الناس وأهلي لي ماذا يبقى؟ والشعر الأبيض في رأسي يومياً يرفع رايات سلام بيضاء الله ماذا يبقى؟ الله الآن جالس كلين آهات طبعاً دا منك شاعر فالشعر يكون أكثر يعني شعوراً وحساسيةً للمواضيع يسمي شاعر إنو بيشعر صحيح أكيد على كده في معاك قصص كثيرة بتكتب بسببها الشعر أو بسؤال آخر أو بمعنى آخر هل يكتب الشاعر ما يشعر به أو ما يستشعره أيضاً من الآخرين وتقاههم؟ لا ما يشعر به هو يستشعره في نفس اللحبة لا أحياناً مش قد تكتب علشان نفسك قد تكتب علشان قصة حدثت مع غيرك أكيد 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 صحيح أكيد من القضي حتى الفلسطين أكيد طيب هذا أكثر موقف أحزنك يعني أتضرب هذا أكثر ما نسيته طيب بحكم أنه عندك أولاد هل أنت مع ثقافة تتضرب للأولاد لتعليمهم وتتربيةهم؟ لا أتضرب غريب أكيد غريب طيب موقف غريب في حياتك أو أكثر مرة خفت فيها حسيت تخوف متى متى تخاف؟ موقف أنا عمري ثلاثة أجر ثانية في قف القوات سوف بسم من السرسطين والأهجير م swamp وأيثير أيضًا اللعظة Wakanda لأ odds أكثر؟ لا أشتري بالهم ها؟ لا شيء شاهدت وكل واحد عقدة أنا قلت له فلب هذا لا مصيبة أيوه؟ أنا أمشي زيك الشارع بسرطة ببنت وكلب كنت باب البابة، بذلاء به أنا أقل ما بسرطة فالكلب هذا افتجعت قلبي لأنني أقول حال الله بس أخطئ بسرطة دان مقصدقصة كنت مقصدقصة ضاري بسرطة مرفوعة ملفوفة وأتباسعب؟ لا، يجب أن نقول عضا عضا عري هذك 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 أنا قلت لي بسرطة دان وهم يعني يحب حس منهارك ممكانه معكول زين آسد وكفت على عضوله فوق وأنا بهستيري أحد كثيرًا عند الرحم المال واني كان لها نازل للجربة يا نازل وانا أنا بتخاف أنا الكلاب؟ لا تحقا طيب لو هذا مثلا اللي هنا العدل وقولوا الكلاب اللي هنا لابيس مبتطمم بشيء قاعدينك بس مربوط يعني بس ممكن يخرج في أي لحظة عند هرب طيب حق منك شاعر تسمع للفن ايش اكثر الفنانين اللي بتسمع لهم فعلينا اسمت العبد الحليم عبد الحليم الحال ووحدة والله الله يرحمك ما تسمعش فنانين يامنين يعني شو يسمع ما بتخزنش لا أخزن طيب والوقت قلسات المقيلة اكيد بيسمعوا اغاني يامنية ولا انت بتخزن على عبد الحليم بلا حينا تخيلت خزن على عبد الحليم وطريقك مزدود 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 لكن كان 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 تنتكن كم احرق أصر طيب سمعني مثلا ما قطع من اغاني عبد الحليم اللي تحباها انا ما قدش اغني انت داري انو شرطنا لما يخطب المخرج والمصور لواحد ان يسمعوا صوته اذا صوته حلو يصير يخطبو له انا اغني حق ازواجه حق ايش حق ازواجه انا حق ازواجه انا عد غني بدنا نزوج على عيد ممكن حل نغني بدنا نزوج على عيد ممكن العيد قريب والأيام قريبة نسمع وسبحان الله يمكن يجي العيد قدك يعني مرتبة يلا واحد اثنين ثلاثة نغني 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 سواء الآن نلق الآن نلق الآن بدنا نزوج عيد ايو ها عيد قريب العيد قريب العيد قريب والأمنيات في هذه الأيام المباركة تستقاب خلينا نغني وندعي في نفس الاغنية سبحان الله يلا انا عد غم الله مول يلا واحد اثنين ثلاثة بدنا نزوج على عيد وبدنا نعمر بيت جديد بيت جديد شبعنا عزوبية وهموم وغير وصاهر وموعيد ويا ايو الليلة وبدنا وبدنا يا ضهيه وبدنا نعمل فرحة كبيرة وبدنا نعزم كل الجيرة يا طيور المحبة طيري طيري وما تروح إلى بعيد ويا ايو الليلة شوف يا مخرج شوف يا فاروق يقول لك يا عماد على العيد أنا أكلمكم هالثلاثة على العيد الله يحقق لك أمنياتك يا رب وحبكم لو قلوا لك أمنياتك اللي تزمن أنك تحققها في حياتك أتمنى السلام للبلاد والعبادة أتمنى السلام العالمي للناس كلهم ونعيش الله واحد يعني يحكى المسلمين وحكى المسيحيين وحكى ال... بدل ما فيها النزعات وفارقات والله أبهى أحنا كلنا نقول الله صحيح ونحن نبقدر الدين عن السياسة لا يقاتلوش باسم الدين أيو نحن نبقدر الدين عن السياسة ويخلو عباد الله يعبدوا الله فما أمرهم بل فضرة لأنه الدين ما هو الدين هو دين على بني آدم لله رب العالمي ما يقبي دينك إلا أنت لا تقبيه دولة ولا تقبيه... ما أحد يقبي دينك كلامك رائع الله يبقى هذه الأمنية الأولى التي هي عامة لكن أمنيتين خاصتين فيك أنت إن الله غير ما بالحق في رحظة وصلي على تزواج بثنتين أول شيء ثنتين أول شيء ثنتين رحظة عادة يقول لي أول شيء لماذا نتناوي أول شيء ثاني شيء أيوة يعني أول شيء ثنتين وبعدين بعد أن نبيع الأرض ربنا يسعدك إن شاء الله ونجبك دائما على خير ويحققنا كل الأمنيات ويحققها أيضا لكل الناس الذين يتمنوا السعادة الجميلة والرائعة ولنكن مثل هؤلاء الأشخاص الذين ينظرون الجمال في نفس كل شخص يقابلونه في حياتهم أهلا بكم في هيا نلعب الفقرة الجميلة والرائعة واللذيذة والخفيفة اللي بنلعب فيها مع شخصيات مختلفة ورائعة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية وذلك عن طريق اكتياز إيماء معين إيماء اليوم إنك تعطيني مجموعة من أسماء الدول أو المدن بحرف الميم بعد كده نعطيك ثلاثة ظروف ضرف ألعاب شعبية ضرف ألعاب دهنية وضرف آخر خزنة الحظ خلونا مع بعض نشوف إيش هي فكرة اليوم ولعبة اليوم ومن هو الفائز معنا وهل يا ترى حيربح ولا لا هيانا مع بعض أخي عبد الله من وين؟ متعيزي عبد الله معي سؤال قد تربح فيه مئة ألف ولا خمسين ولا سبعين ولا ولا حاجة يعطيني خمس أسماء بحرف الميم أو دول بحرف الميم هنا عشرة بس هنا بنساعدك خمسة خمس دول بحرف الميم مصر 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 سريع نارات أول حرف حرف الميم ما عرفش اعطيك العافيش عاشر دول تبدأ بحرف الميم بس بسرعة مصر مصر موريتانيا موزنبيق ماليزيا ماليزيا لحظة خلوه إذا معرفش فرس بسرعة معك الزقيقة مدغشقر مدغشقر سريع خمس مغرب مغرب هي أل مغرب مغرب هذي يلا مصر مارتينية مصر ماليزية مورتينية مورتينية مصر مارتينية مصر مورتينية ماليزية مصر شقر مرسيليا مرسيليا ماليزيا مورتينية مرسيليا 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 سريع 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 سؤال قد تربح عليه مئة ألف شوف صاحبك لما شف مئة ألف درس لفل أعطيني أسماء عشر دول تبدأ بيحرف الميم مصر مصر مغرب مغرب المغرب ماليلا من المغرب غيره ماليزية 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 مُوليتانيا ماليزية ماليزية تأكيد تأكيد بس نكود من المير من أين من ريمة ياحية اسمك؟ لمز لمز كيف حالك هذه الرہمز؟ موايا لمز لماذا أنت والسين. قل من الله. بسم الله عليك. على امه. على امه. عشر دول تبدأ بحرف الميم. بشكل سريع. عشر دول تبدأ بحرف الميم. مصر. مصر. موريتانيا. موريتانيا. سرع لاتن. ماليزيا. ماليزيا. مالي. مالي. يلا. مارسيليا. مارب. مارب. محل. معه. ميم. معيا. معيا لعبشي. ايا دولة. خلاص. مصر. مصر. تمام. ماليزيا. ماليزيا صحيح. موريتانيا. مارسيليا. محمد. محمد ايوه. احنا حافظ الله لدول العرب. مالي. والله ما حانا اكفر لانه خلاص ما حانا نقمعش. ربنا اعطيكونا. يا ربي ان شاء الله. مصر. ايو. 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 مارسيليا. 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 مارسي ما تغشقر. ما تغشقر. اهه. ما يشعر. اشراك ان يعمل لك كده بالتلافون وانت تقنصان سريع وترقع. تغشش تغشش. تغشش سريع. موناكو. موناكو ما هلاش بس يلا. ها? سريع. ما مالطة. مالي. مالي. طيب. يعتبر اسمك الكريم? خالد محمد صغير. يعتبر اخي خالد اكتاز المرحلة الاولى معناه اللي هي مرحلة الاماءات. خلونا مع بعض نشوف الظروف الثلاثة. اختار اللي ظرفنا الظروف الثلاثة. افتحه. شوف هالجائزة اللي داخله ايشي. خزنة تلحظ وريها للكاميرا. اذا اخي خالد هنا في تعز. حظه خزنة تلحظ. خلونا مع بعض نروح نلعب ونشوف ايش هالجائزة اللي ممكن يكسبها. هيا نلعب. هيا نلعب. هيا نلعب. يلا مع بعض. اذا كانت هذه هي حظنا وفرصتنا في حلقة اليوم من خزنة الحظ واسمك مرة ثانية تذكرني. خالد محمد صغير. خالد اخي خالد انه يلعب معنا لعبات الحظ اليوم وهذه عبارة عن مجموعة من الخزائن. ايش بتسوي انت بتدور. اي خزنة بيجي عليها الحظ بتكون حقك. يا اخدتها يا اشتريتها منك. قاهز. ان شاء الله. تتوقع اشتربح. يعني ايش. ايش تتوقع مثلا يعني. فاضية ولا المئة الالف ولا كذا ولا كذا. تتوقعون ان يربح المئة الالف ولا لا. متؤكدين يا صاحب تعز. اكيد. واذا ماري بحاش. اتبرع لهم. اتبرع لهم. طيب مع اخونا خالد وبسم الله الرحمن الرحيم ونشل كل هنا يعدوا يلا. واحد اثمان ثلاثة. يلا بسم الله. اذا قات على جهة فاضية بنعيدها. ونشوف ايش من حظ بيكون مع خالد معانا اليوم. في خزنة الحظ. واي خزنة من الخزائن. اللي موجود فيها. نشوف ايش من حظ او ايش من خزنة. بيكون حظك فيها. فاضية. نعيد. عكس. عكس. بسم الله. يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب. يا الله يا رب. واسعوا لي شوية. واسعوا لي. واسعوا. اخي خالد. هذه الخزنة. قد تكون فاضية ما فياش اي حاجة. قد تكون فيها قائزة. قد تكون فيها خمسين. قد تكون فيها مياه. قد تكون فيها لعبة. اي حاجة. اشتريها منك. بخمسة الف ريال. خمسة الف. ايش لا. خمسة الف حل. قد تكون فاضي لي وادفو بكش. هذه فاضي فاضي. هذه فاضي. خمسة الف ريال ومائتين. وخمسين. خمسة الف ومائتين وخمسين. ما هي اللجاء الخمسين? ١٥. ١٠٠. ١٠٠. ١٠٠. ١٠٠٠. ١٠٠. ١٠٠ الف. ١٠٠. اربعة عشر الف خمسمية. اربعة عشر الف خمسمية. اصحاب تعز. خمسين ألف ريال خمسين ألف ريال المبلغ اللي أنا أقوله مع دعيدوش المبلغ اللي أنا أقوله مع دعيدوش أربعين ألف ريال أربعين ألف ومئة الصندوق خمسين ألف والله مبلغ حلو صدقني قد تقوح حاجة فاضية قد تقوح حاجة فاضية قد تقوح حاجة فاضية الصندوق إلا خمسة و خمسين ألف ريال 60 ألف ريال آخر مبلغ عندي ستين ألف ريال طيب وسعوا 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 لي الله نشوف بقية الخزائن نشوف الخزائن الأخرى إيش موجود فيها إذا خسرت المية الألف لا تنسيش إني قلت لك ستين ألف ريال يا خالد هذه خزنة خالد نسيبها زي ما هنا حطها طيب نفتح هذه نشوف هذه إيش داخلها بسم الله الرحمن الرحيم هنا كان معانا المية الألف هنا كانت المية الألف والريال وإش كان معاها كمان كان معاها مدر كان في معانا مدر أشراعيك ستين ألف للخزنة خلاص قد راحوا تلمية ستين ألف للخزنة ستين ألف ما ينفعش غير رائعي ما ينفعش لحظة شباب وطنين إذا من خمسين إلى ستين ألف ريال وانت مرضيتش يا خالد آخر حاجن شو بسم الله الرحمن الرحيم وانت مرضيتش يا خالد آخر حاجن شو أشعرك 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 عادي جدا أنت بتتسوّج ألف أبروك يعطيك ألف عافية وكأننا نفسنا نكتربح معانا فلنبدأ نشوف لو عتملقه 100 ألف ريال 100 ألف ريال من أخونا خالد هنا في محافظة سعز في برنامج طاهرة السعيدة هيا نلعب دحية قوية له كانت هذه هي فقرتنا لهذا اليوم من طاهرة السعيدة هيا نلعب معنا عديد من الفقرات المختلفة كونوا معنا إني لا أعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته لذلك نصلت الضوء دائما في فقرتنا هذه على غريب القرآن الكريم لنتعرف على أبرز تفاصيلها ومعانيها وسؤال حلقة اليوم من سورة الفجر من قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتهاد صدق الله العظيم ما معنى مفردة جابوا اسمك الكريم؟ عبدالله صالح التميمي من وين أخي عبدالله؟ والله من تريمي قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ما معنى جابوا؟ جابوا جابوا الرزق وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد مع شي فائد يعطيك العافية شكرا لك اسمك الكريم شهد محمد سريمان حمد مصلاح احمد قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد ما معنى جابوا؟ جابوا استرجعوا جابوا أعطوا لا جابوا جابوا أعطوا 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 للترجع أعطوا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما معنى جابوا؟ جابوا يعطيك العافش. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله حسنا. اسمك الكريم؟ رايد ناصر اللي حبشي. من وين؟ من المكلة قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعونا ذي الأوتاد. صدق الله العظيم. ما معنى جابوا؟ جابوا يعني شلو. شلو بزو. شلو بزو؟ لا. شلو يعني شلو. شلو. لا. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. يعني ايش؟ يعني شلو الصخرة. ايش شلوها ايش فعلوا بها؟ في الواد يعني تروحها في الواد. حطها في الواد. يعني كيف؟ ها؟ طبعا الشي ساعدك؟ تروحها في الواد. وفرعونا ذي الأوتاد. جابوا الصخرة بالواد. يعني ايش عملوا بالصخرة؟ اخذوها للوادي ليش؟ اخذوها من الوادي ليش؟ حطوها في الواد يعني حاجة. ليش؟ ها؟ عشان نعبدوها. عشان نعبدوها. لا يغش شك غلط. الله لا بش هي عشان نعبد. لا. لا يعني سد. سد سد. لا مش سد. ها؟ جابوا الصخرة بالواد. اخذوا الصخرة. ايش عملوا بالصخور ايام زمان. ايش كانوا ينسووا؟ يبنوا بيوتها. حلو. 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 جابوا الصخرة بالواد يعني ايش؟ عملوا بيوت بها. صحيح. عملوا بيوت بها. ومادة جوابة اي قطعة. ومنها قطعة الصخور لقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وهذا دليل على ايش؟ على ترفهم وقوتهم منهم كانوا قوية. صحيح. نعم. عمالقة ورب يعني طام قوة يعني. صحيح. يعني مخلوقين يعني مميزين هيدا رب العالمين خلقهم. صحيح. ولما غضب رب العالمين عليهم يعني. صحيح. اه. اذن اسماك الكريم قلت لي. رايد ناس الاحبشي. اذن الاستاذ رايد هنا في مدينة المكلة قد استطاع الاجابة على سؤال حلقتنا لهذا اليوم. وجابوا الصخرة بالواد اي قطعوها ونحتوها بيوتهم. وهذا كان دليلا على ترفهم وعلى قوتهم. الف الف مبروك للأستاذ رايد هنا في مدينة المكلة. لاجابة سؤالنا في فقرة اليوم. ثلاثين الف ريال. الف الف مبروك. يعطيك العافية. قال تعالى في سورة الفجر لذكره قوم ثمود. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. وفرعون ذي بفتح الاحرف كلها. اي قطع. ويقال جواب الصخرة اي قطعها. والمعنى قطعوا السخور واتخذوا منها مساكن. لقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وهنا اشارة لترفهم وقوتهم التي منحهم الله اياها. بلاش اتهامات. انا ما فتشترفون حد ولا ادع بس في خصوصيات حياته الا بالرضاه. وعلشان كذا نطلب دائما من المتسابق في فقرتنا باسورد انه يختار اربع ارقام فردية او زوجية من عملة نقدية هو يجيبها لنا. بغض النظر عن اي عملية نقدية كانت. وبعد كذا نطلب اخر اربع ارقام سواء فردية او زوجية في اخر مكالمة موجودة في هاتفه. صادرة ام واردة ام غير ذلك. ونشوف اذا كانت الارقام هذه موجودة فهذا يعني هنا فايز معنا في باسورد. انا اخي محمد. من ثمود. من ثمود هذه تابعة لمين. يعني مدرية الثمود هذه. تابعة لأي محافظة. نعم. طيب معاك فلوس. ايوة. تعطيني. جاهزة على طول. خمسمية. خمسمية. معت فيش اكثر. لا هذه. طيب تختار الارقام الفردية او الزوجية. الفردية. الفردية. طلع لي من هنا اربعة ارقام فردية. واذا ما مش اربعة ارقام ناخد ثلاثة ارقام. واحد. واحد. وتسعة. وتسعة. خمسة. خمسة. برافو عليك كذا. واحد وتسعة وخمسة. حلو. نعطيهم تليفونك. هاي التليفون حمودي. بسرعة يا الله من السيارة. مساوي باسورد لتليفونك. لا لا. تليفونك حمودي. ليش? تليفونك. تليفونك. تليفونك عبدالك. لا ما ينفع هو تليفونك انت. تليفوني هناك. ما هو في السماء. لا لازم يكون تليفونك انت. يهتك العافية شكرا لك. كيف حالك؟ اهلا وسهلا ومرحبا. عرف لي باسمك؟ عرفت من كل مساء غالب الحباشين. اهلا وسهلا اخي عرفت من وينك؟ لاب الحباشين منتعز. منتعز. اسمي. ماري احمد بقص. اهلا وسهلا. زوجته؟ أيها. جميل. وزوجيني اثنين. السؤال يقول هل تفتشي تليفون زوجك ولا لا؟ بالصدق. ما تفتش. ما تجاهوش بدالات. ما تجيوب بدالات. ما تجيوب بدالات. لا ما تجيوب بدالت. لا ما تجيوب بدالات. لا ما تجيوب. ليش عمله باسورد صح? كيف عمله رمز سري. كدة. ليش عمله رمز سري. كدا. ماذا أفعل أنت رمز؟ شيء شخصي يعني المفروض أنك تفتشي هراقت كذا تأخذي بصمة اليد ولا بصمة الواقف طي فقرتنا هذه اسمها باسور تعتمد على أنك تعطيني فلوس طيب أعطي لك فلوس كم؟ كل ورقة واحدة لا أقدرك ربي كمية كله كله لا تسلمني حاجة هلو سمحتني انت قبتلي كتر عملة واحدة كرة ما كرة ما أصحبت عدد عدد وخمس تختار الأرقام الزوجية للفردية الفردية وانت الأرقام الزوجية للفردية والله فردية متفقين اعطوني هنا ثلاثة أرقام فردية تسعة تسعة خمسة واحد وينو؟ لا ما عليك من الشي من هنا هذا من هنا لا 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 تحت الكسرة مش لا ما نشيش نشي ذا لا يسعوا خمسة ذي لفردية للعسف لو كانوا ثلاثة كنت أعطيتك لو فتحتوا للباسور أعطيك العافية كيف حالك؟ حياكم وبياكم عرف لي باسمك؟ خليل محسن عبد الله من وين؟ من جنة المسامير محافظة لحق من المسامير محافظة لحق من المسامير محافظة لحق يعطيني فلوس تختار أرقام الزوجية للفردية؟ الزوجية الزوجية تطلع لي من هنا ثلاثة أو أربعة أرقام زوجية نشوف يمكن الحظ يكون معاه معاك الستة ثلاثة خمسة معاك الستة ثلاثة خمسة هذاك فرد شكرا العافية كيف حالك؟ الحمد الله عرفين باسمك؟ أوصاف مهدين محمد من؟ أوصاف مهدين أوصاف معاك فلوس؟ لا ولا حتى مئة ريان حتى مئتين هاي؟ نشوف هاتي هاته sums هاته واحدة أخذَ واحدة منهم؟ من هاته؟ تختار الأرقام الزوجية أو الفردية؟ أرقام الزوجية طلع لي من هنا أربعة أرقام زوجية أو ثلاثة أرقام زوجية من هنا؟ أاتين ثلاثة الأربعة والثمانية ثلاثة أرقام رقم تليفوني هاتي هاتي جهاز تليفوني جهازك تليفوني ما معي تليفون يعطيك العافية عرّفني باسمك محمد رب الكريم صالح محمد من وي؟ من شعب من طر الباحة محمد معك فلوس؟ حتى مية أعطيني شوف محمد وكرمه كم بيعطينا فلوس؟ كم منها اللي في القيد؟ 1700 ريال أعطيني واحدة منهم؟ اختار لي واحدة تختار الأرقام الزوجية ولا الفردية؟ الفردية طلع لي من هنا أربعة أرقام فردية تسعة ثلاثة تسعة وخمسة وثلاثة لا ما عليك من الرقم هذا تسعة وخمسة وثلاثة طيب هاي ثلاثة أرقام فردية اختار آخر مكالمة في تلفونك طلع لي تلفونك نشوف آخر مكالمة في قواله مش في الواتس في المكالمة الرسمية طيب افتحوا طلع لي ثلاثة أرقام فردية من هنا من هنا ثلاثة الثلاثة والواحد والسبعة ثلاثة واحد وسبعة فهي ثلاثة أرقام زوجية فردية في المكالمة وثلاثة أرقام فردية في العملة واحنا طبعا ما نختار لأربعة أرقام بس نحن نحب أصحاب طور الباحة نربحهم جائزة باسورد من برنامج طائرة سعيدة في حلقة اليوم هنا في محافظة لحق ثلاثين ألف ريال ألف ألف مبروك نعطيك العافية حدثت في رمضان مجموعة من الأحداث القيمة التاريخية التي حدثت في فترات زمانية مختلفة والتي نحاول التعرف عليها من خلال هذه الفقرة وللمشاركة أيضا في مسابقة طائرة السعيدة المخصصة لكم أنتم المشاهدين في المنازل والتي تستطيع الاشتراك بها دائما وأبدا إما لربح الجواز اليومية أو لربح الجائزة الكبرى والمقدرة بنصف مليون ريال وسؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول من هو من أول من كسى الكعبة قبل الإسلام؟ السؤال مرة أخرى من هو أول من كسى الكعبة قبل الإسلام؟ لا تنسوا الاشتراك في المسابقة من خلال الضغط على الرابط الظاهري أسفل الشاشة ووفقكم الله جميعا جميلة بلادنا جميلة جدا رائعة بروعة أبنائها بمناطقها بحضارتها بثقافتها بكل الأشياء الموجودة في معالمها هنا في ميناء المخاء نحط رحلتنا ورحالنا وترحالنا في حلقة اليوم نأمل من الله تعالى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا جميلا ورائعا إلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أهلا بكم في طائر السعيدة في الفايدة والمتعة الفريدة خفة ومعلومة مع جواز حضر معانا كل يوم جديدة طائر السعيدة طائر السعيدة موسيقى أهلا بكم بالسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي وفي الجبل كلنا مع المشاهد والريف والأسواق واللوادي أهلا بكم في طائر السعيدة أهلا بكم في طائر السعيدة